أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات جاء ذلك خلال استقباله السيد أنالينا بيربوكا وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا للتحادية حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزيرة خارجية ألمانيا نقلت إلى رئيس السيسي تحيات المستشار الألمانية مؤكدة اعتزاز بلادها بالعلاقات الوطيدة التي تربطها بمصر باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير المشروعة والقيام بدور أخلاقي وإنساني مقدر من خلال استضافة ملايين اللاجئين بالإضافة إلى نجاح الكبير لمصر تحت قيادة الرئيس السيسي في ترسيخ مبادئ حرية العبادة وتسامح الديني وقبول الآخر مما جعلها مثلا أعلى ونموذجا يحتد به إقليميا ودوليا هذا وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الإقليمي والتجاري والاستثماري والعسكري حيث رحب الرئيس السيسي في هذا الصدد باهتمام الشراكة الألمانية أو الشركات الألمانية بدخ استثمارات في مصر معربا عن تطلعه لزيادة تلك الاستثمارات فضلا عن الاستفادة من الخبرات التكنولوجية الألمانية لتوطين الصناعة في مصر كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذلك الأوضاع في ليبيا وتناول اللقاء أيضا استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري بمدينة شرم الشيخ حيث أشادت وزيرة الخارجية الألمانية بالدور الهام الذي تطلع به مصر في إطار الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ بينما أكد الرئيس السيسي أن مصر حريصة على خروج قمة شرم الشيخ على الوجه الأمثل وحضور أكبر عدد ممكن من المشاركين